مرحباً طلاب الأعزاء في المدرسة الوطنية الأمريكية سأقوم اليوم بشرح التمارين المطلوب حلها في البيت للمستوى الأول الأساسي الجزء الأول افتحوا الآن دفتر الأنشطة على المحور الثاني العائلة الدرس الثالث مازن وجدته على الصفحات ما بين 34 و 39 سأقرأ المجموعة الأولى من الكلمات أمضى فهمة جميل طعام الحرف المشترك في المجموعة الأولى هو حرف الميم المجموعة الثانية زهور كراز عزيز عزف الحرف المشترك هنا هو حرف الزي أما المجموعة الثالثة ذاق أخذ منذر هذه الحرف المشترك في هذه المجموعة هو حرف الثال اثنين أجمع الأصوات في كلمة أ زائد م زائد س زائد ك تعطينا أمسك والآن أكمل الباقي صفحة 35 ثلاثة أفكك الكلمة إلى أصواتها حال من هي حا زائد لزائد من والآن أكمل الكلمتين المتبقيتين شموع وسامع أربعة أكتب كلمة تبدأ بما وكلمة أخرى تنتهي بما لقد اخترت كلمة تبدأ بما مريمو وكلمة تنتهي بما ناما ولكن يمكنك أن تكتب الكلمات التي تريدها خمسة أستبدل بالرسوم الكلمة المناسبة لها أعدتي من التي أعدت؟ الجدة لمازن ماذا أعدت الجدة لمازن؟ طعاما فأكتبوا طعاما شهيا وقدمت له ماذا قدمت له بحسب النص؟ قدمت له قميسا ملونا ستة سنقوم بحل هذا التمرين سويا أربطوا الكلمة الملونة بالمراد في المناسب لها أطعمة شهية حكايات ممتعة أيام جميلة ومن الجهة الأخرى لدينا مشوقة لذيذة وحلوة شهية جاءت بمعنى لذيذة ممتعة جاءت بمعنى مشوقة وجميلة جاءت بمعنى حلوة صفحة ستة وثلاثين أختاروا كلمة أو مرادفها وأضعها في جملة الكلمة التي اخترتها هي لذيذة وقد وضعتها في الجملة الآتية تناولت حلويات لذيذة ولكن يمكنك أن تكتب الجملة التي تريدها سبعة أكتب في الفراغ هذا أو هذه مازن وجدته حديقة وزهورها كتاب ورسومه أملأ الفراغ بجانب حديقة وأضع هذه وأكتب هذه بجانب زهورها ثماني أحذف أل من الكلمة وأحرك آخرها بتنوين الرفع سأقرأ الكلمات الإجاص البرتقال الخوخ العنب الكرز المشمش سأقوم بحل الكلمتين الإجاص والبرتقال أحذف أل وأن من كل كلمة وتصبح الكلمة الأولى إجاص والكلمة الثانية برتقال أنتقل إلى صفحة 37 تسعة أختار من الصندوق الكلمة التي تدل على مكان وأكتبها في المكان الصحيح سأقرأ الكلمات داخل الدائرة خلف فوق خارج أمام تحت داخل في وراء عند على أين سأقرأ الجمل وأحاول أن أملأ الفراغ بالكلمة الصحيحة الغصن الغصن عش للعصافير أين هو عش العصافير على الغصن إذن أختار كلمة على الشجرة اختبأ مازن أين اختبأ مازن خلف أو وراء الشجرة الكتاب الكتاب حكايات جميلة أين هي الحكايات الجميلة؟ في الكتاب إذن أختار في أنشئ جملة تدل على مكان يمكنك أن تختار الكلمة التي تريدها ولكنني اخترت كلمة تحت وقع قلمي تحت الطاولة عشرة أرتب كلمات الجملة الآتية مع أمدي أياما جدتي جميلة أبدأ دائما الجملة بالفعل أمدي أياما جميلة مع جدتي والآن أوسع الجملة التي رتبت كلماتها بإضافة و وفاصلة قبلها وهذا تم شرحه خلال شرح الدرس إذن أكتب أمدي أياما جميلة مع جدتي وأنام عندها لعدة أيام أنا اخترت هذه الجملة ولكن يمكنك أن تختار الجملة التي تريدها صفحة 38 11 أرقم الجمل بحسب تسلسلها ثم أكتبها في فقرة مترابطة سأقرأ أولك الجمل ولكن عليك أن تركبها بشكل الصحيح أعدت لي قالبا من الحلوة عندما زرت جدتي وجحزت شرابا طيبا ودعت أولاد الجيران ليفرحوا معي 12 أنصخ حرف الميم بأشكاله الأربعة المختلفة وأنتبه إلى كتابة للحرف بخط الرقعة إذن ما في أول الكلمة ما في وسط الكلمة ما في آخر الكلمة متصلة بالكلمة وما في آخر الكلمة منفصلة عن الكلمة صفحة 39 13 أنصخ بخط جميل الجملة الآتية يحب مازن طعم المرب والسؤال الأخير 14 أتذكر ثلاث كلمات في النص وأكتبها ترجمة نانسي قنقر